اهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند تريند فقرة تريند تريند من الفقرات المميزة لجمهور النادي الاهلي بيهتم جدا بمتابعتها لانها بالتأكيد بطلق الدوء على اهم التفاصيل والمعلومات سواء فيما يتعلق بالنادي الاهلي كشأن داخلي او حتى المرحلة الجاية انا اتعامل ازاي في المشوار المحلي والمشوار الافريقي طبعا لا حديث يعلو خلال الساعات الحالية عبر السوشيال ميديا سوى المرحلة القادمة في النادي الاهلي امبارح طلقت اتكلمت والنهاردة بأكد على نفس الكلام اللي قلتوا امبارح والناس بالتأكيد هتفهم معنى هذا الكلام بالنسبة للمرحلة الجاية بالنسبة للنادي الاهلي اولا النادي الاهلي كان واضح جدا مع كل جماهيره وعارف جدا كل الخطوات اللي هتتخذ خلال الساعات اللي جاية والنهاردة عندنا مباراة مهمة جدا مباراة كأس مصر امام نادي الترسنة بادي ازي بدء اول حاجة النهاردة معنا جهاز فني معنا مباراة مرحلة مهمة جدا في الكاس ومباراة الكاس غير مباراة الدورة فالتركيز الاخبر على مباراة النهاردة الدعم الاخبر هيكون على مباراة النهاردة سواء للجهاز الفن بقيادة السويسري ريني فيلر او حتى لللاعبين نخلص المباراة مجلس الادارة كابتن محمود الخطيب قطاع قارة القدم عنده سياسات واستراتيجيات بالنسبة للمرحلة الجاية وعارف بيعمل ايه بالنسبة للفترة اللي جاية لان كمان في نقطة مهمة قوي لما الناس بتتكلم عن النادي الاهلي بتتكلم عن النادي الاهلي صاحب الاسم والتاريخ الكبير في القرى الافريقية والادارة الاحترافية في ملف قرة القدم تحديدا وفي هذه الملفات تحديدا لما بيكون انت صاحب القرار او انت عارف الخطوات اللي ممكن تتخذها لفترة الجاية وازاي تحافظ على الاستقرار وازاي تشتغل للمرحلة الجاية ده شيء مهم جدا انا ليه بركز على التفاصيل الصغيرة دي لان ممكن الاعلام بشكل عام ما يقولهاش للجمهور هل ممكن يكون الاعلام هنا ليه رأي ان هو عايز يوضحها بشكل مباشر فبالتالي بيتكلم بشكل موضوعي فالجمهور بيستقبلها او البعض ممكن مش عايز يعمل استراث على النقاط المهمة دي ويحب يصدرك او يصدر لك رسالة في شكل تاني خالص الناس بقيت فهمها والناس بقيت عارفة ازاي الرسالة الاعلامية ممكن توصل للجماهير في الفترة الحية سواء عبر السوشيال ميديا او عبر بعض البرامج والقنوات الرياضية او حتى برامج اليوتيوب فبالتالي ثق تمام السقة ان الادارة بالتأكيد عارفة خطواتها وحسابتها في الفترة اللي جاي كل الدعم للجهاز الفني في هذه الفترة ومباراة اليوم امام الترسنة من الغد بنان على البيان او بنان على الخبر اللي تم اعلانه منذ حوالي اربع ايام مجلس الادارة بالتأكيد عنده اجتماع بكرة الساعة عشر الصبح وعارف الخطوات اللي جاية ايه النادي الاهلي في هذا الموضوع تحديدا القرار قراره وعارف الانسب والافضل للفريق في المرحلة الجاية لا تنسوا ان خلاص بعد مباراة الترسنة انلعب ثلاث مباراة في الدور العام وعندك مباراة الوداد البيضاوي المغربي فبالتالي انت في مرحلة مهمة جدا والمرحلة دي لها حسابات مختلفة عن حسابات بداية موسم عن حسابات فترة اعداد فبالتالي انت عارف بتشتغل ازاي ازمع اتخاذها خلال الفترة الجاية لان الجمهور عارف ان النادي الاهلي في الخطوات اللي زي دي بيقدر يحسب كل خطواته بشكل عقلاني وبشكل احترافي بنسبة مية في المية لان النادي الاهلي تعمل مع اي ناس فني او مع اي مدرب او مع اي لاعب بيسعى للمصلحة العامة ومصلحة الفريق وفي نفس الوقت انت نادي محترف فلازم كل خطواتك يتم اتخاذها بشكل محترف سواء وانت بتتعامل مع المدربين او حتى في تعامل المدربين مع النادي الاهلي النادي الاهلي نادي كبير جدا وبيعمل اسم كبير لاي حد سواء مدرب او لاعب لان النادي الاهلي في النهاية او في البداية جمهوره كبير شعبيته كبيرة اي حد بيتشرف ان يكون بينتمل هذا الكيان الكبير اطمئنه فترة الجاية ان شاء الله فيها ان شاء الله بإذن الله خطوات ايجابية بالتأكيد بنشتغل على البطولة الافريقية الكل بيشتغل عنه يقدم افضل شيء التوفي من عند ربنا سبحانه وتعالى وان شاء الله بإذن الله اللي جاي اطمئنه بإذن الله النادي الاهلي هيكون ماشي بخطوات جيدة وايجابية قبل مباراة الوداد والبطولة الافريقية للكل بالتأكيد بيتمنى ان احنا نعمل فيها مباراة كبيرة محتاجش عايز نتكلم على نتيجة مش محتاجين نتكلم على نتيجة اشتغل والتوفي من عند ربنا سبحانه وتعالى والنهاردة كل الدعم والتوفيق للعيبة وللجهاز الفني ومن الغد لكل حادث حديث وبالتأكيد النادي الاهلي عارف خطواته بالنسبة للمرحلة اللي جاية اخرج لفاصل وبعد الفاصل تريند الاهلي والسوشيال ميديا وكلام الناس او بمعرضات كلام المواقع كمان على النادي الاهلي خلال الساعات الاخيرة اشتركوا في القناة